رحبت مصر بقرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باستحداث منصب المبعوث الأممي للمياه والإعلان عن تولي ريتنو مرسودي وزيرة خارجية اندونيسيا في هذا المنصب الأممي الرفيع في مطلع شهر نوفمبر كانت مصر قادة بالاشتراك مع ألمانيا تحركا موسعا على مصاري الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2023 ونجح التحرك في حجد دعم 151 دولة بهدف استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه يعد قرار الأمين العام للأمم المتحدة باستحداث المنصب الأممي تتويجا للجهود المصرية في تطوير العمل متعدد الأطراف لمواكبة التحديات المستحدثة كانت وستظل سر الحياة وحقا أصيلا لأي إنسان ومن أجلها باتت تحشد الجهود على كافة الأصعدة كل على طريقته للحفاظ عليها إنها المياه التي أضحت قضية ندرتها تؤرق الشعوب كافة فجاء مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2023 حاملا إياها وباحثا عن حلول جزرية وعاجلة لتأمين موارد المياه المؤتمر الذي اعتبر وقتها فرصة نادرة لتسريع التقدم نحو الوصول الشامل إلى المياه المأمونة والصرف الصحية بحلول عام 2030 تم تتويج نتائجه بقرار من جوتيريش في الثالث عشر من سبتمبر الحالي باستحداث منصب المبعوث الأممي للمياه كما يعد القرار تتويجا للجهود المصرية في تطوير العمل متعدد الأطراف لمواكبة التحديات المستحدثة حيث قادت مصر بالاشتراك مع ألمانيا تحركا مؤسعا على مصار الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2023 ونجح هذا التحرك في حجد دعم 151 دولة بهدف استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه ولدعم جهود الدول الأعضاء وبخاصة دول الندرة المائية في مواجهة تحديات تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه وفي هذا الإطار تتطلع مصر لتعزيز التعاون مع المبعوثة الأممية الجديدة ريتنو مارسوتي من إندونيسيا لتحقيق أهداف أجندة 2030 في مواجهة الندرة المائية وفي ظل الجهود الكبيرة التي تفزلها الدولة للإدارة الرشيدة للموارد المائية وتعزيز التعاون العابر للحدود وفقا لقواعد القانون الدولي